لمتابعة آخر تطورات الأوضاع في فلسطين مشاهدين الكرام في ظل التصعيد الصيوني على غزة واستداف المدنيين ومحاولة أمريكا تشكيل تحالف دولي لمكافحة حماس على غرار ذلك الذي أنشأته الولايات المتحدة في أثناء غزوها العراق في عام 2003 أو قبيل ذلك معنا أيضا بشأن كل ذلك عبر اسكايب من أمستردام الكاتب والصحفي والفلسطيني ماهر شاويش مرحبا بكم أستاذ مهر معنا تحياكم الله وأيضا نرحب بضيفنا عبر اسكايب من بيروت أو من هنسنبورغ عفوا في سويد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية سيد فرط خرشيد مرحبا بكم أستاذ فرط معنا أياك الله وخيرا بيوقع شكرا أحب بك أيضا نرحب بضيفنا عبر الهاتف من بيروت دكتور وليد العيوبي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة اللبنانية مرحبا بك أستاذ وليد أعلا بكم أستاذ خير أيكم الله نبدأ منك أستاذ ماهر شاويش الكاتب والصحفي الفلسطيني الآن بعد أن أعلنت وزارة الصحة خروج كل أو جل لنقل مستشفياتها عن الخدمة هل بات العبء أكبر على الدور السياسي للمقاومة؟ بداية من دروشك الرحمن لكل الشهداء الشفاء العاجل من الجرحة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوب دويهم جميعا ولا خص بالذكر يعني الصحفي الزميل والدحدوح الذي ارتقل زوجته وابقته قبل قليل في هذا اليوم ويستحق أن نبرك لهم عبر قناتكم بالعزاء وبخالص العزاء حقيقة أما فيما يتعلق في قضية المنظومة الصحية ككل يعني لا شك هذا سيشكل هذا والمشكلة حقيقة أنه يجب أولا علينا أن لا نعتاد أو أرجو أن لا نعتاد ونتأقلم بهذه الصور التي تردن من قطاع غزة الحميل لأنه حقيقة هذه الصور مؤلمة جدا وهذه الصور يدى لها جميع البشرية جمعا ما يجري حقيقة واضح أنه حرب إبادة جمعية هذا تطهير عرقي وحرب إبادة جمعية ومحرقة بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى ولا شك سيكون هذا سيلقي بأعماء كبيرة على يعني ليس فقط للحيز السياسي والدبلوماسي أيضا في كل ما يتعلق في العنوين المطروحة الآن هناك تمت عنوين مطروحة الآن متعلقة سواء بالجانب العسكري أو سواء بالجانب السياسي الدبلوماسي أو حتى في الجانب البدري الإنساني وربما هناك ترامط بين هذه المسارات الثلاثة المطروحة والعنوين الثلاثة المطروحة وتحديدا في ظل الحديث عن اجتياح بري ربما إذا أردنا أن نتكلم فقط تجارب الإنساني البدري وهو الذي يتعلق بالسؤال الذي تفضلت به هناك حاجة ملحة حقيقة أن تبدأ الجهود أكبر لهذه الجهود وترقى إلى مستوى هذا الحجب الكبير من الإصابات هذا الحجب الكبير من الشهداء هذا الحجب الكبير من الدمار هذا الحجب الكبير من الحاجة الملحة إلى أن يكون هناك إدخال للوقود إدخال للباء إدخال لكل الاحتياجات الأساسية وهذه بالأسف البعض دائما يحدثها في قضية القانون الإنساني القانون الدولي القانون الدولي الإنساني وقضايا حقوق الإنسان وأعداد جنيف نحن الآن نتساءل هل فتح مضر الإنساني الآن عبر مقرب رقع بالأجل القاضي المدريين ومن أجل القاضي الأطفال هل هذا كثير جدا أو لا يتناسب أو ليس هو جزء من منظومة حقوق الإنسان ومنظومة القانون الدولي القانون الدولي الإنساني. نحن أحكيثة أمام فضح وكشف لكل هذه المنظومة وتعري واضح لكل هذه المنظومة. ليس فقط على مستوى الغرب. وأيضاً مع الأسف على مستوى كل هذا العالم. نحن أمام اختبار جدي لضبير هذا العالم. لإنسانية هذا العالم. للقانون الدولي الذي يطلبون منها. نتحدث به. لحقوق الإنسان التي يؤكدون دائماً علينا أنه يجب أن نتكلم في هذا القانون الدولي ونتكلم بحقوق الإنسان الآن. هذا اختبار جدي لكل هذه القيم التي مع الأسف تخلى عنها الغرب تناباً. بالأجل أن يخدم و بالأجل أن يقدم خدمة لمن يخدمه في ونطقة الشرق الأوسط لهذا الاحتلال. سأعود إليك مرة أخرى. ننتقل إلى ويفنا عبر الهاتف من بيروت. دكتور وليد الأيوبي. أستاذ العومي السياسية بالجامعة اللبنانية. دكتور وليد. مجلس الأمن عقد أمس اجتماعاً على هامش اجتماع عضاء دورته الحالية. التحدث فيها المندوبون العرب تحدثوا في هذا الاجتماع. وأكدوا وجوبة فتح ممار إنسانية. ولكن لما تذهب هذه الدعوات سدى برأيك؟ العفو. أنا الصوت ليس واضحاً. أرجو أرجو المعذرة. الحقيقة نحن هناك حقيقة رأيين تصورين لدور الأمم المتحدة ولمجلس الأمن. طبعاً هناك الرأي الذي يرى بأن هذه المنظمة هي مؤسسة. هي مؤسسة جامعة. وهي مؤسسة بخدمة السلم والأمن الجماعي والدولي في كل مكان. أما في الواقع فالحقيقة مجلس الأمن هو يعني هو تعبير عن هذا التركيز الدولي. هذا الصراع الدولي. يعني كل المصالح الدولية وكل أشكال الصراعات الدولية بين القوى العظمى تعبر عن نفسها وتتمظهر ضمن هذه المؤسسة التي تسمى مجلس الأمن الدولي. يعني نحن لا ينبغي أن ننتظر يعني حلاً مثالياً يتمخض عن هذه المؤسسة كونها هي تجمع كل قونها جامعة لكل هذه التنقضات. والحقيقة نحن يعني هناك أصوات من هنا وهناك أصبحت تنادي وبإلحاح من أجل إصلاح هذه المؤسسة وجعل الحقيقة مستقلة عن مصالح الدول. هذا الصوت طبعاً هو صوت يعني صوت في البرية ولكن ينبغي استعي حسيساً وبشكل جدي الحقيقة من أجل فصل فصل الدور 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 القانوني والأخلاقي المطلوب من هذه المؤسسة والدور السياسي الذي تقوم به. طيب سأعود إليك مجدداً نذهب إلى الأستاذ فراد خرشيد بحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية أستاذ فراد بحسب CNN فإن عسكريين أمريكيين نصحوا قوات الاحتلال الصيونية بأن يتجنب حرب الشوارع مثل التي جرت في العراق سواء كانت في الفلوجة أو غيرها من المدن حتى في شوارع بغداد مثلاً هل من مقاربة هل تجوز هذه المقاربة برأيكم في ظل الزمان والمكان نعم بداية نتمنى أن لا يحصل أي تصعيط بهذا الصراع لأن في النهاية الضحايا المدنيين أعدادهم تفوق بأضعاف كثيرة عن الضحايا بين الأطراف المتصارعة ولكن الوضع في غزة يختلف رغم أنها صراع داخل مدينة ولكن لو نظرنا إلى الكثافة السكانية في غزة المساحة الضيقة والمحدودة المنافذ المعدومة للمدنيين للخروج الآمن كل هذه مخاطر يجب أن يفكر بها الطرف الذي ينوي تصعيد الصراع إلى حرب شوالا داخل هكذا منطقة مكتبة وليس فيها لا منافذ آمنة للخروج المدنيين ولا لانتقالهم من مربع إلى آخر بأمان خارج منطقة الصراع يعني في هذه الحالة ستكون العوائل الموجودة داخل غزة دروع بشرية لمن يقاتل دفاعا عن الأرض أو أهداف بريئة لمن يحاول الدخول إليها هذه كارثة إنسانية يجب أن يتوقف المجتمع الدولي عندها وينظر ماذا سينتج عنها قبل أن يبدأ بحسابات مغلوطة تنتج عنها كارثة سيقرغ التاريخ تفوق كل الكوارث والجرائم التي تم ارتكابها منذ عام 1948 ولي حتى اليوم أيضا ننحب بضيفنا عبر أسكاب من إسطنبول معين نعيم متخصص في الشأن التركي أستاذ معين مرحبا بك ونبدأ مرحبا بكم مشاهدين المتابعين كرام حياكم الله نبدأ من المقولة الشهيرة أن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي أبدا هل يمكن أن ينطبق هذا القول على الموقف التركي كما يقول بعضهم يعني حقا طبعا ممكن أن ينطبق لكن أعتقد الأتراك لم يستوعب أو لم يتخيل الأمر في بداياته فكانت المواقف المترددة الأولى بناء على هجم البطولية للمقامة الفلسطينية في كوفان الأقصى ثم حاولوا أن يلعبوا دور الوسيط ظن منهم أن الأمر يبدو محاكل هذا التحليلي أن الأمر سينتهي خلال فترة قصيرة ويكونهم من وسطى ولا تخسر تركيا ما استثمرته من جهد وقت وفي موضوع إعادة تطبيع العلاقة مع الكيان الصهيوني ثم مع الوئيات الأمريكية ومع بعض الأطراف التي دوروا في فلك المنطقة لكن يبدو أن الأطراف اليوم استوعبوا خاصة بعد الخطاب الأمريكي أمس واليوم وفي صريح بإعادة تشكيل أو إضافة حماس إلى بنك أهداف التحالف الدولي لمكافحة داعش فكان حدث تغير واضح في الموقف قد يكون جاء متأخرا لكنه يبدو أنه يحاول أن يلحق وأعتقد أنه بدأ يلحق بمواقفه السابقة وأنا أعتقد أن الأمر لن يتوقف عند هذه الموقف من هنا أستاذ مهر كاتب والصحفي الفلسطيني أمريكا الآن تسعى إلى إنشاء تحالف لمكافحة تمويل أو هناك شبكة لتمويل حماس وحتى فرنسا هنا تضغط في هذا الجانب بتوسيع هذا الهدف ليكون يعني ربما أشبه بالتحالف هذا يذكرنا بيتحالف على داعش كيف تقرأ هذا الموقف وما تأثيراته يعني في الحقيقة نحن كأبلاء هذه القضية الفلسطينية ومتابع تفاصيلها ونعرف يعني أدق تفاصيلها على مدار ليس فقط 75 عام منذ النكمة وإنما على مدار أكثر من قرن يعني على أقل منذ وعد ملفر نحن أصلا يعني ندرك تماما حقيقة هذا المشروع وتمديه من كل دول القرن يعني هذا الاحتلال عندما قام في عام 1948 وملابسات كل ما جاء قبل ذلك وما بعد ذلك هو بالأصل يعني حتى نكون تفاهمين طبيعة المشروع بشكل صحيح هو عبارة عن فكرة متقدمة لهذا الغرب في منطقة الشرق الأوسط وفي الوطن العربي بالذات لذلك أي فهم يعني بعيد عن هذا الفهم سيجعلنا لها مقدر المواقف الغربية بشكل صحيح هذا هذا المشروع عقبته بريطانيا ثم رأت الولايات المتحدة الأمريكية والآن يتم تمليه من كل هذه الدول بما فيها الاتحاد الأوروبي وبالتالي هم يتعاطون مع هذا المشروع لأنه جزء من تركيبتهم وجزء من بريتهم وبالتالي الحفاظ عليه مطلوب لذلك غير مستقرب يعني يهب هذا العالم الغربي كله بكات الولايات المتحدة الأمريكية لإسناد هذا المشروع بعد ما تلقى حقيفة من صفعة قوية شاهد بها كل الخبراء الاستراتيجين والعسكريين فيما يتعلق بباجرة ب7 أكتوبر وحتى هذا الصمود لهذه المقاومة على بدار تقريبا 20 يوم لذلك الغرب لقضله وقضله ذهب باتجاه هذا الاحتلال حتى يثبت أن كان هذا الاحتلال وحتى يدعم هذا الاحتلال بالتالي أي مشروع يخرج من هذا الغرب هو بدون أدى شك سيكون داعما لهذا الاحتلال سواء كان مشروعا عسكريا أو اقتصاديا الأوليا أو أي مشروع متعلق بهذا الاحتلال بدون أدى شك ليس لدينا أدى شك أنه سيصب في خارة هذا هذا الاحتلال وفي خارة داعب هذا الاحتلال قبل أن ندخل إلى الحلقة الآن يعني تصريح من بايدن بذاته يقول هو يندرك أن هناك يعني أعداد تصينه أعداد بين قسيم بين القتلى يعني مدليين لكنه لا يستطيع أن يحدد إذا كانوا فعلا مدليين أو غير مدليين يعني ما هذا الصلاف بصراحة وما هذه الوقاحة يعني 3000 طفل هل أنت بحاجة تصدفهم مدليون أو غير مدليون يعني هل هذا سؤال يطلح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الطريقة يعني إذا كان عندك تمت شك بالرجال إذا كان عندك تمت شك بالرجال فهل هناك شك بال3000 طفل أو أكثر يعني قضوا في خلال هذه الفترة يعني هناك ثم تشارات استفهام كبيرة حول كل تعاطي هذا الغرب ومضووته مع كل هذه القضية بالتالي عود وأركز على أن ثمت هناك حاجة لفهم يعني صحيح لطبيعة هذا المشروع حتى نستطيع أن نتعاطى مع كل ما يحيط لهذا المشروع بطريقة صحيحة وسليمة ونقدر مواقفنا بشكل جيد من هنا دكتور وليد الأيوبي من بيروت تسمعوني دكتور وليد نعم نعم أذن المشروع العربي وآخر مشروع روسي يقدم أيضا في أثناء اجتماع مجلس الأمن أمس لمحاولة إيقاف إطلاق النار وأيضا إدخال المساعدات الإنسانية الضرورية لكن ما الذي يمنع دون تمرير هذه المشروعات في أثناء اجتماعات مجلس الأمن يعني أني أرى يعني بأنه على أهمية المساعدات والجانب الإنساني لهذه المأساة الحقيقة يعني نحن نسينا يعني نتغافل نتغافل عن القضية الأم الحقيقة والتي هي الحقيقة قضية الشعب الفلسطيني حريته وحقوقه بتقرير مصيره هذه هي القضية الأم والقضية الأم هي التي ينبغي أن يدركها الرأي العام هي الحقيقة هي أنه اليوم يعني مقاومة الشعب الفلسطيني هي هي نتيجة والاحتلال هو السبب بالنهاية بالنهاية سيدي اليوم الصراع الذي يدور إن كان بالأمم المتحدة بمجلس الأمن أو على الأرض بغزة يعني اليوم هذا يعبر عن الأزمة البنيوية العميقة التي يعانيها النصار الدولي ككل ولسيما المنظومة الجيو الوليتيكية الغربية بقيادة واشنطن لأن الحقيقة إحدى مرتكزات هذه المنظومة هو الكيان الصجوني في فلسطين المحتلة ولذلك الحقيقة هذه التعبئة الدولية وهذه يعني هذه الهمجية وهذه البربرية التي يتعاطون من خلالها مع قضية هذا الشعب تعبر عن مدى الاحتقاء بهذه المنظومة يعني هذه المنظومة هي يعني إسرائيل يعني إن أصبحت في خطر فالمنظومة كلها في خطر لأن هذه منظومة مترابطة هذه منظومة مترابطة ولذلك نحن نرى بأن هذا الصراع يعني قد يؤدي إلى الحقيقة إلى لغة ليست لغة حوار وليست لغة الدبلوميسية بل هي الحقيقة لغة القوة هذا هو الخطر الذي ينتظرنا في هذه المنطقة وفي هذا العالم الأمر الحقيقة في غاية جدية عندما نعلم مدى خطور التداعيات التي أنتجها الاحتلال الحقيقة وتنتجها هذه المقاومة على ضفط الصراع أستاذ فرد خرشيد بحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية هل تعتقد أن الاحتلال الصيني يمكن أن يذهب إلى الأخطاء الأمريكية نفسها التي حصلت من تجارب الولايات المتحدة السابقة سواء كانت لنأخذ العراق نموذجا أنا أرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تدفع الكيام الصهيوني لارتكاب أخطاء يعني التصعيد الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة لا يتوازى مع الخطر الذي يدعون بأنه موجود أو شرك له حماس حتى من خلال العملية المباغتة التي قامت بها سحب الولايات المتحدة الأمريكية لموضطيها الغير مهمين من السفارة وإجلاء العديد من الأشخاص وتصريحات وزارة الخارجية الأمريكية ونصائحها بعدم السفر إلى منطقة الشرق الأوسط أو مغادرتها لمن موجودين هناك تحريك ناقلة الطائرات كل هذه تحركات أسكرية لا تتوازى مع ما يعلن عن أنه لأجلها فهل هناك خطط أخرى أنا أقول نعم بأن هذه العملية التي حصلت في السابع من أكتوبر إنما هي ذريعة لما يختبئ خلفها من عمليات أكبر وغايات أوسع مما يعلن عنه وقد تكون هناك مفاجآت أمنية وعسكرية كبيرة في المنطقة هناك صراع يتأجد يعني التحركات التي حصلت سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى من الغرب ككل كاتحاد تفوق بمجملها ما حصل من دعم لأوكرانيا رغم أن الطرف الثاني في السراء في أوكرانيا كان هو روسيا بقدرتها العسكرية وإمكانياتها التي لا تتوازى ولا يمكن مقارنتها بما تمتلك حماسة المحاصرة يعني حماسة التي لا يمكن أن تحصل على منافذ لإدخال الدواء والماء والمعونات الأساسية وبالتالي هي أضعف من أن تتمكن من إدامة الزخم العسكري سواء من سلاح أو عداد فهل تستحق هذه المنطقة الصغيرة في الغزة أن تتحشد لها كل هذه الحشود العسكرية وكل هذه التعزيزات القادمة من الغرب والولايات المتحدة الأمريكية إلى الكيام الصريوني لعملية حتى لو كان هناك تخطيط لعملية عسكرية برية أيضا كن هذه مؤشرات على أن هناك خلف الستار ما قد يكون أكبر مما يبدو عليه مثل جبل الجريد هنا أيضا أستاذ معين يعني في ظل محاولات أمريكا وفرنسا تشكيل تحالف دولي لمواجهة حماس أو ما سمي مكافحة حماس هنا يأتي تصريح الرئيس التركي كيف تنظر إلى هذا التصريح بأن حماس ليست تنظيما إرهابيا وإنما هي حركة مقاومة هل هو تصريح يواجه هذه التحركات الغربية أنا أعتقد أنه تصريح ليس بعيد عن هذه التحركات خاصة أن تركيا كانت شريك في التحالف ضد داعش وأنها شاركت بشكل عملي ميداني في محاربة داعش في أراضي السورية وكان لها نجحات كبيرة وأعتقد أن هذا الخطاب وهذا التصريح مهم جدا على الأقل للدفاع عن حركة مقاومة سامين حماس وأنا أعتقد أنه سيكون خطابا مقدما لعدة خطابات وعدة تصريحات من بعض الأطراف والدول في المنطقة وأعتقد أنه ستشجع ونتحرك لدعم تركيا في هذا الموقف حقيقة وهذا أمر ضروري جدا لأنه التفريق بين الإرهاب والمقاومة ضرورة وإلا ستتحول كل الأطراف التي لا ترغب المنطقة الملكية بها إلى قوى أو تصنيف إرهاب ويقوم التحارف الدولي بالحرب وضع بالأحرى ستتحول المنطقة المنطقة إلى كل القوى في العالم إلى أدوات لديها تحارف من تشاء وتقضي بها على من تشاء حتى قد نرى لاحقا بعد المنطمات الدول ومنها الدول الشليطية وهذا أعتقد أنه سيجر المنطقة إلى حرب إن لم يكن أكبر إن لم تكن هذه الحرب أكبر من حرب إقليمية إن لم تستحول إلى حرب عالمية أيضا أستاذ مهر شويش يعني بحسب صحيفة نيويورك تايمز نقلت بأن منطقتنا تشعر بازدواجية تعامل غرب معها وضع غزة مقارنة بما يحصل في العالم خصوصا ما حصل بين روسيا وأوكرانيا هذه الازدواجية إلى ما يمكن أن تجر العالم في هذا الوقت الحرج يعني الحقيقة القضية لم تعد فقط ازدواجية معايير يعني أنا أعيش في أوروبا وتحديل في أولادة من حوالي خمس سنوات أقول لك بكل صراحة أنا على المستوى الشخصي أنا لا أستغرب على الرحاز الغرب والولايات المتحدة الأمريكية وحتى جزء كبير المتحاد الأوروبي إلى رواية المحتل لكن المشكلة ما شاهدته في هذه الفترة وتحديدا بعد 7 أكتوبر هو ليس الانحياز للرواية هو كم كبير من الحجم والتضليل والتشويه يعني المشكلة لم تعد في قضية ازدواجية معايير أو قضية انحياز لا القضية باتت الآن مرتبطة في كم كبير من التضليل من التشويه من التدليل من الكلب يعني تخيل أول أسبوع تقريبا أنا أرصد على مستوى الإعلام الأوروبي أول أسبوع تقريبا كانت الرواية السائدة هي أن يعني هذا الصراع الذي عمره بائة عام فقط بدأ وكأنه بدأ في سبعة أكتوبر في صبيحة سبعة أكتوبر وكأن هذه المقاومة التي بالمناسبة هي مقاومة شرعية حتى وفق القانون الدولي البعض يحاول يرهبن نحن المقيمين هنا في أوروبا بأن لا تتكلم عن قضية المقاومة وأن هناك تمت إشكاليات فيما يتعلق بالمقاومة لا المقاومة هناك مشروعية لها حتى بدل قانون الدولي المقاومة هناك اتفاقيات هناك اتفاقية لا هاي لعام 1907 تثبت حقية أي شعب مختلف في المقاومة هناك أيضا اتفاقية في فيدينا مرتبطة في المنظرات المؤقتة والدائمة أيضا تعطي الحق للشعب المختلف في المقاومة هناك قانون خاص أو قرار خاص بالقضية الفلسطينية هذا القرار عمره بالعمري أنا مريد 1924 هذا القرار صبر في عام 1924 وقرار رقمه دينه 3036 يعطي الحق للشعب الفلسطيني في المقاومة بكل أنواعها لما فيها الكفاح المسلح هذه معطيات نجادل بها ونقدمها لما يريد منها أن يتكلم في القانون الدولي أعود إلى قضية التضليل والتشوير الرواية التي سادت على أقل في الأسبوع الأول بما جرى في 7 أكتوبر أن هناك تمت اعتداء من جهة يعني بيرقوسين إرهابية إلى هذا الاحتلال وهناك تقريبا تعبية وتعتيب على كل ما يتعلق في هذا الصراع على مدار 100 عام أو من حد الأب على مدار 75 عام من عاما 48 حتى الآن كان مطلوب وكان واضح أن هناك تم انتغط أوروبي رسميا وفي الإعلام الأوروبي على التقني والتعبية على كل ما صبت يعني تخيل وكأنه لم يكن هناك حكومة يامنية متطرفة الغرب ذاته كان يشكو من التعامل بحا كأنه لا يولد مستوطنات وصل عدد المستوطنين إلى 750 ألف مستوطن في الضفة الغربية وتحولت الضفة الغربية إلى كانتولات معزولة عن بعضها البعض كأنه لم يكن هناك ثمة اشتياحات للمسجد الأقصى المبارك لم يكن هناك تقسيم مكاني وزماني للمسجد الأقصى المبارك وأذهب وشرة إلى البيدان الذي جرى فيه كأنه لم يكن هناك 17 عام من اتحصار ظالم طاهر ل2 مليون و2 ألف من أبناء شعب الفلسطيني في توصيق مرضمات المجتمع البدري ومرضمات حتى الأممية أن غزة لم تكن صالحة للحياة الأدمية هل هناك أكثر من هذا الضغط لأن تعمي على كل هذه القضايا مرضمة العقل الدولية في شهر أيام 2022 أرضي قالت بشكل واضح وصريح مرضمة أمينيستي بأن هذا الاحتلال هو احتلال يرتكب يعني هو لظام فصل لظام فصل ونصري وهذه مؤسسة أمومية كذلك كانت سبقته Human Rights Watch وسبقته مرضمة يهودية إسرائيلية هيبت سيلم قالت أيضا بأن هذا لظام فصل ونصري ما أريد أن أقوله أن كل هذه الروايات كل هذا الذي جرى يريد الغرب أن يرمي به ويبدأ معنا في التوطيق وفي التعريف للقضية الفلسطينية مما جرى في 7 أكتوبر وهذا جزء من التضليل والتعطية والتعني على كل مجرى نقطة مهمة أيضا الرواية التي تم إطلاقها ومريت عليها كل هذه القضايا هي قضية أن هناك أربعين طفل قد تم جزء أعناقهم وهذه جاءت من مكتب بيتنياهو إلى بكتب بايدن ونصبت تشرفت في الغرب عم نعم إذن نعود إلى دكتور وليد اليوبي وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية من بيروت مع مطالبة أمريكا وفرنسا تشكيل حلف لمكافعة حماس دكتور وليد ما الآن سانيد القانونية في القانون الدولي الذي يمكن أن تستند عليها أمريكا وحلفاؤها برأيك الحقيقة يعني أمريكا هي تعمل خارج خارج منطق القانون الدولي والمؤسسات الدولية والشرعة الدولية والمعاهدات الدولية أمريكا بثقافة السياسية هي ثقافة لا تؤمن بهذه المؤسسات يعني نحن هذا الموقف هذا ليس موقفا شعريا هذا موقف يعني أنا أعبر عنه بدقة يعني أمريكا ترى في المؤسسات الدولية أداة تقود تقود إمكانية تنفيذ لسياسات الدولية ولذلك والذلك اليوم الحقيقة اليوم منطق القوة هو السائد وليس منطق القانون والحق عصمة الأمم وجدت لم تمنع يعني لسع الحرب العالمية الثاني من الحدوث من الحصول اليوم القانون الدولي كان موجود لم يحصل لم يمنع إسرائيل من الوجود الحروب التي نشاهدها يعني شاهدناها خلال هذا القرن ونعينها بأم العين اليوم في هذا القرن لم تمنعها المؤسسات الدولية من إذن هذا نحن نعيش اليوم صراعا دوليا جيو بوليتيكيا بكل ما للكلم من معنى اليوم العالم منقسم إلى فستاطين إلى قسمين إلى محورين والحقيقة أي كلام غير هذا الكلام هو الحقيقة كلام حق يراد به باطل اليوم يعني نحن وصلنا إلى إلى برحلة أصبح أصبح يعني الحوار الدبلوماسي أصبحت غير غير ممكن لأن الموضوعات الصراع بين القوى العزمة موضوعات غير قابلة إلى الحل الحقيقة وأمريكا هي تحاول تحاول يعني انطلاقا من أهمية قناعة وإمامة بعملية توازن القوى هي تحاول ألا تنغمش بحرب عالمية ضد قوتين عزمتين يعني أكبر خطر واجهت أمريكا بالحرب العالمية الثانية يعني هاته درس من التاريخ هي أنها كانت تواجه قوتين عزمتين تمثلتا بألمانيا بأوروبا واليابان بالمحيط الهادئ اليوم هي أمام هذا الخطر نفسه إذ إنها تواجه قوتين عزمتين أنا أقصد الصين من ناحية وروسيا من ناحية تانية وهي تحاول أن تعطي المفعول إحدى القوتين لكي سستطيع أن تشتفرد بالأخرى وروسيا والسين مقتنعان اقتناع كامل بأن هذه استراتيجية الأمريكية لن تنطل عليها ولذلك نحن رأينا هذا المشهد العسكري هذه البوارج السينية التي تهدت على المتوسط إلى آخره لأنها تعلم بأنه لأنها تريد أن ترسل إشارة بأن التضامن بين المنظومة الحلف المعادي أو المواجهة لأمريكا هو تضامن حقيقي ومتين ولا إمكاني لأمريكا أن تحذر الصين عن هذه المواجهة شدها الحقيقية إذا كنت تسمعوني من بيروت أستاذ العلم السياسية بالجامعة اللبنانية شكرا جزيلا لك في أقل من دقيقة أستاذ فرات خورشيد الآن أمريكا وفرنسا وغيرها من الغرب كما قلنا يعني يسعون إلى تشكيل تحالف ضد حماس على غير تحالف كما كان ضد داعش هل لا يزال العالم يعني تنطلي عليه مثل هذه الأكاذيب بهذه المقاربة جعل المقاومة مثل تنظيم داعش بالتأكيد لن تنطلي هذه اللعبة لأن الألعاب تنطلي مرة واحدة وإذا انطلت مرتين على المجتمع الدولي فهذا يعني معناه أن هناك خلل في الإدراك والوعي البشري ككل هذه الألعاب ممكن أن تنطلي على من لم يروا بفجرة وسابقة التجارب السابقة أثبتت أن كل التحالفات التي تدعي محارواتها للإرهاب إنما هي ترسيف للإرهاب وينتشر الإرهاب في مناطق بعد كل مرة يدعي فيها أصحاب التحالفات الدولية لمكافحة الإرهاب تدخلهم فيها وهذا ما حصل في العراق العراق اليوم أكثر إرهابا مما كان عليه قبل أن يتدخل التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب حيث كانت هناك طرف واحد والآن عزيزة من ضمن البسك وعراف الإرهاب إذن التحالف الدولي لم ينجح ولذلك لا أعتقد أن هناك حاجة للعالم لتجربة مغامرة لتحقق نجاح شكرا جزيلا إذن سيد فرط خرشيد بحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية أعتذر أيضا من ضيفي الكريمين سيد ماهر شويش شكرا جزيلا لك سيد معين نعيم شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا